انا الحقيقة طول الوقت انا الحقيقة طول الوقت بقول ان الوطنية افعال مش اقوال للأسف الشديد في ناس كتير بين قسين بيقال عنهم انهما ناس وطنيين وبيتشدقوا طول الوقت بالجمل الانشائية بتاعت الوطنية والانتماء وبلادي بلادي ومشربتش من نيلها ومش عارف ايه لكن وقت الجد اول من يبيعوا هذا الوطن ووقت الجد اول من يغرسوا الخنجر في ظهر الوطن لكن الكنيسة المصرية والمسيحين المصريين بجد وطنيين افعال مش وطنيين اقوال في كل مرة في كل مرة ينتظر الوطن من المسيحيين عمل وطني بيعملوه كما ينبغي كما يقول الكتاب في كل مرة يثبت مسيحي مصر انهم وطنيون افعال وليسوا وطنيين اقوال قولا واحدا في كل مرة مفيش مرة فلتت مفيش مرة ترددوا مفيش مرة ساورهم الشك طب هنستحمل كده طب هو مقصود كده ولا حاجة ولا حاجة من ايام ده حتى من ايام ده قبل 30 يونيو وقت ما كانت عايزة تعمل الماكيدة برضو بتاعت موقعة ماسبيلو ومش عارف ايه وبتاع قولا واحدا قالك هذا ليس وقت الصراع هذا ليس وقت استرداد الحقوق هذا وقت استرداد البلد وقت استرداد مصر نسترد مصر الاول ده في الاحداث بقى المقلقة اللي حصلت بعد 25 يناير قالك بلدنا نستردها الاول وبعدين نتكلم على كنستنا بعدين نتكلم عن المسيحيين بعدين نتكلم عن حقوقنا بعدين نتكلم عن العدالة اللي احنا عايزينها تستقر في هذا البلد وهذه قمة الوطنية ان انا فكر الاول في مصلحة بلدي قبل ما افكر في مصلحتي الشخصية او حتى مصلحة جماعتي او فئتي او ارباب ديانتي